بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الليوارك فرج سالمين البحسري وعبد الرحمن المعرمي بالرياض مع محافظة حضراموت مبخط بماضي أوضاع المحافظة وحقوقها وجهود توفير الخدمات وتحقيق التنمية والحفاظ على منجز الأمن والاستقرار وقدم محافظة حضراموت صورة للوضع العام في المحافظة واحتياجاتها الضرورية وحقوقها وجهود السلطة المحلية لتوفير الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاهتمام بقطاعة التعليم والطرق والكهرباء والمياه والصحة وتعزيز وحدة الصبين أبناء المحافظة إلى جانب تعزيز العمل المؤسسي لمؤسسات الدولة والوحدات الإدارية ومكافحة الفساد وأشهد عضو مجلس القيادة الرئاسية الليوارك فرج سالمين البحسري وعبد الرحمن المحرمي بجهود قيادة السلطة المحلية بحضراموت في توفير الخدمات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد والاهتمام بجوانب التنمية في القطاعات الحيوية ونموذجية العملية التعليمية والحفاظ على روح الدولة ومؤسساتها وأمنها إلى جانب إبرازها كبوابة للسلام والسلم المجتمعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر